أكيد مكاسب كتير جداً من الفوز 3 صفر مكاسب معنوية ومكاسب فنية ومكاسب النهاردة انت وصلت فاينال إن شاء الله وعندك في شهر أقل يمكن من شهر النهاردة عشرة خمسة ممكن نتكلم خمسة ستة يعني خمسة وعشرين يوم بكتير جداً عندك بطولتين عندك البالب انت حمل لقبه وعندك دوري السوبر وانت حمل لقب فالشهر ده وخمسة وعشرين يوم دول مهمين جداً للفرق هو طبعاً كان الماتش ده فايصل هو طبعاً كان النظام بيست وفايف بس النهاردة كان ماتش كاس ماتش كاس ليه لأنك انت بتحمي نفسك النهاردة عمر الجندي جالوا سبريين امبارح او اول امبارح صباعه جزع يعني الاصابات دي كلها كمان تبقى مشكلة في ظل انك انت هتلعب ماتشات ايه والجيب او قوية زي بطولة افريقيا وزي البال وزي النهائي ان شاء الله مع الفرقة اللي تكسب من اتحاد او سبورتنج زي ده انا انا عاوز احايل نادي الاهلي ودي روحه لانه لعب حوالي 8 ماتشات قوية جدا خسر ماتشين ماتش منهم بونت والماتش بتاع الكاس يعني لا دكتر يا كابتر احنا ممكن نقد بقى ناخد 6 البال 2 كاس مصر ادي 8 وادي 3 احداشر مباراة في قل من اسبوعين تلاتة لا حمل كتير جدا كتير اعتقد اه هو احداشر مباراة واحدة في البال من سيتي اويلرز تقريبا وكان هزيم غير متوقع واحدة تلات فاينال الاتحاد فالحقيقة الفرقة عليها مجهود كبير جدا مجهود تلات ماتشات دول مجهود غير عادي معنادي زي الزمالك النهاردة وفرقة محترمها مع العيبة كويزة مع العمر الجندي ان شاء الله نتمنى اليوم الفوزة كابتن ميزنا ان شاء الله البال والفترة الجاي يكون ان شاء الله فترة الحصاد لفريكورت السلة لازم نحييهم وكتيم كمان يعني كل عمل عليه